اهلا بكم الممثل السينمائي والمسرحي بن عيسى الجراري فاسا بيل المرميت FBM عدد جديد على امواج ميديان مثل كثيرين منكم لمساوي لكني اكره الظلم تعرفون كما اعرف تلك الملامح لشخص بشوش لكنها ملامح غير مؤثرة لا تجذب لشخص يصلح لان يكون طيبا فقط لا ان يكون ممثلا هادئ ومبتسم طيلة الوقت السينما المغربية مليئة بهم وجوه لا تتكلم وكلامهم صامت وان كان ساخبا لا نخبر حقيقة كيف نختار ممثلين مثل كثيرين منكم لمساوي لكني اكره الظلم اعرف اشخاصا اول علاقة لهم بالسينما والمسرح ابتدأت في اول يوم تصوير بمعنى انهم لا يفقهون شيئا يأتي بهم المخرج صباحا ويقدمهم بفريق العمل وينطلق التصوير والممثلون المهنيون يتابعون المشهد العبيد ويسموتون هذا فيما يخص الممثلين الممثلات قصتهم قصة اخرى نحكيها في وقتها مثل كثيرين لمساوي لكني اكره الظلم ضيف العدد اول مرة وضع فيها قدمي على خشبة مسرح كان ذلك في ابريل من العام اربعة وثمانين كنت للذكرى ابلغ من العمر اربعا من سنوات شارك في مسرحية السعود الى المنحدر الرمادية التي اخرجها الراحل عباس ابراهيم ضيف العدد يبتعد ثم يبتعد ويعود واليوم بن عيسى الجيراري نجره للمواجهة بن عيسى الجيراري فاسابيلا المرميد مرحبا به عندنا في الاف بي ام على ميدي اين اف بي ام سيرتيفي بارلز اوديتر سيبن عيسى الجيراري مرحبا بيك شكرا برك الله وفيك مرحبا واجدة سيبن عيسى بيانسور نبدأ نبدأ معك بواحد حديث شوية كانت عريف بعد من وسائل الإعلام كانت دولة في واحد الفترة بانه تم القبضة لك من طرف ممرضين داخل مستشفى الأمراض العقلية اعتقد منهم انك انت مجنون في الوقت اللي انت مشيت لتمك زيما باش تعيش الحالة دي الواحد مريض عقليان في إطار استعداد ديالك الواحد الدور كنتي غادي تلعبو بقاوهما كيجروا وانتا كيجر شنو هادشي بعدها هذا مزيان شكرا مني طرحتي لي القادية حيث هي بعدها قديمة وانا كنت كان نقلب على شي فرصة بغيتها يعني فرصة هاي كينو باش نتكلم علىها اولا بغيت نقول الناس اللي ما عارفين شهد القصة ديالي اولا ديالشي حد اخر ما عندوش حقائق ما يبقاش يتكلم انا من في الاشتغال ديالي وبكل تواضع ما كان يعني ما كان قلبش عليها بالسهلة دونك جاني هادلو غول هذا في واحد الشارط ومشيت كان بحت فيه بحلي بحلي بحت في أدوار كتيرة بحت فيها وبيانصير كان ريسكي هادلقيصة نعودها لك بسيطة سهلة لا ما تطولش لا ما غديش نطول انا غادي نمشي لسبيطار باش نشوف الناس اللي المرضى العقليين دخلت سللت تسللت ولم ما نقصت شان الصور بحلي بحلي تقال تنقصت الصور ما نقصت صور انا دخلت مع الناس وتسللت بامي يسوفوني السيكوريتي دخلت من سوق حضي انا مشيت طحت في الجاناح ديال المرضى العقليين اللي جايبين هم من السيجن فشافني للبوليسي وذلك شي قرب مني شنو بغيتي شنو انتا شنو هادي شنو قالوا شنو هادا يمكن جايب شي حاجة لهذا المسجون بقى اخدوا ورد عيطوا على السيكوريتي في الباب مني ندخل هادا السياد كيف اجه هادا السياد عيطوا للحارس العام وقف اللي جاميل انه وقف للحارس العام قدامي وجهوه موجهيانا ما غريبش عليه اشتاد دير هناك قلت له ودي عندي بحث على المستشفيات الأمراض العقلية دي 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 يعني في الاخرتي يقول لي انتا فيت ناعس عندنا هنا لاناني وجهي مغريبش عليه بقين هاتا اللي أخير عاد فهم بانني انا ممتس كولي غيرتقني غيرتقوني جوج فرميليات هذه المسألة دي رمك تدرش بهذا الطريقة هذي جسي انا نقول لك احد الكلام نعم دبال هاد الاساس وصلنا لواحد الحالة دي الفوضى يدير اي واحد دكشي اللي يقلي عقله بلا ما يلجأ المساطير والقوانين المعمول بها في المؤسسات اللي ممكن تفيدو انا بلي والله اعلم ممكن في ذاك الوقت هذي طريقة ديال البوز لانه طريقة باش تدولة وسائل الاعلام ميمكنش يكون الانسان اللي باغي يعيش ديك الحالة كين طرق اخرى طرق يعني اللي يعني مقبولة ممكن انك تدخل تشوف اما انك تدخل وربما تبحت على المواجهة مع الممردين كي اللي في السرهاب انه بوز هكذا لا بلالس انا مفسرساش هكذا لا 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 في السرهاب حققت في السرهاوية في السرها حتى الاخر نقولك انا ابن عسل جيرال كدير مكتدخلش لي انا قادية البوز انا حاليا دبا يعني لا هاتش ديال الاعلام عندي اصديقة في الجرائد كيقولك لك انت غير عندك شي حاجة غير خبرنا نديره غير خبر ما عنديش معادش تانيا انا ما عنديش هاد القادية ديال يعني اجراءات اداريان بشي ونطلب ما عارفهاش صراحة ما عارفهاش قلت انا ندخل صبيتر كيدخلو لي قالوا لي يارا كيكون وقالسين في الجردة يمكن تخيلت انا شو واحد كي يديرها شو واحد كي يديرها انا هاتش اللي تخيلت وقع لما عرفت بانني انا كنت خطأ ولمما دار برنامج واتقال هاتش في الجرائد انا قدمت الاعتدار لهذاك الناس وخاما قالوا لي اتش حاجة انا قدمت الاعتدار من اللي وعيت بانني هادا كرا خطأ هذا جانب كي يجرنا الواحد موضوع اخر شي شوية خيب كي الممتلين ناس ابن عيسى الجيراري كيتوهموا انهم كيدروا بعض الشخصيات بشكل صحيح بينما هما في الحقيقة كيرسخوا في ادهان المتلقي صورة غالطة وخاطئة عن بعض الشخص مثلا واحد الممتل بحال كان تاسي بن عيسى الجيراري اللي كان قدره انا شخصيا كي يبغي يمثل شخصياتي الواحد مجنون وحمق وكي يعمل شي حاجات اللي هما اصلا تقلب عليهم عندما جانين العالم وما تلقاهمش ممكن حتى المجنون ممكن حتى المجنون الحقيقية من اللي يشوف ديك الدور يقول الله ما انا هذا هاتشي ربما هو اللي كنسميوها سيب نعيسى الجيراري عملية تخيير اللي كتقتل الواقع مفهوم الفكرة أنا بعدها بلا هذا القادية ديك المجنون لعبت دور ديك المجنون مرة اخرى يمكن بنتلك مجنون في شي ادوار اخرى ووداك شي ربما يمكن إلا قلتي مثلا حركات لو ركتين بعرفتين قل slit كنت كلمين عرفت 72 دنك يعني هذا المسألة يمكن تكون واردة واردة غير قلتلك أنا رأى الدور ديك المجنون أنا لعبته مرة اخرى يمكن بلا المرميد يمكن بلا المرميد شافني في شيء أدوار أخرى وقال راي يمكن تهديتي يدير فيها الحمق أنا بالنسبة لي هذا كان اجتهد في الدور ديالي السفينة دائما التي تكون غادة دائما عندها الربان ديالها طبعا هذا شيء اللي بقد نقول لك عطيتيني التخريجة في التمثيل من تأسي بن عيسى الجيرالي كتعرف كتير مني في هذا المجال لأنك تخرجتي من مندراسة كبيرة ديال التمثيل في المغرب اللي أعطتنا محمد خويه ومنافته وغيرهم مندراسة ديال المرحوم عباس إبراهيم اللي هي مندراسة محترف البحث المسرحي اللي كانت تابعا المسرح محمد الخاميس واللي سبقت لي زادك كتعرف مني أنه التمثيل السادي هو محاكات أولا وهذا الشي راح في التاريخ ديال اللي ممكن تكون قريته في المدراسة المحترف راح معروف من أهد اليونان زمارة الشي قديم ومذكور في كتاب مثلا في الشيعة البويتيك عند أريستو ولكن كنشوفه بعض الشخصيات اللي كتعملها ما كتحاكي حتى شي حاجة في الواقع مثلا دورك في زينب نفزاوية الفيلم ديال السينمائي ديال فريدة بورقية شنو هو ديك الشخصية تقدر تشرحها لي بعد أنت بسيط قدابا لا بسيطق شوف نعطيك الجواب بسيط من من الأدوار الراديئة جدا اللي لعبتها في الحياة ديالي مني تنقول لك من الأدوار الراديئة يعني ما عنديش أنا شخصيا بشاهدات الجامعة ما عنديش بزاف ديال الأدوار راديئة غير قلت من الأدوار حيث ما بغيتش نقول هذاك هو الدور الراديئ اللي لعبت في حياتي كان أعترف بها أرجعونا هدروا هذا هو الجواب المقنع أنا كنت كانت سننة أنه ندخل مع النقاش لا شنطر لا حيت ما أنا هدرش لا كان نحييك عليها وهذهك الشخصية أنا كنقول وكواك عباد الله أنا ندمت على هذه الشخصية اللي درت وعمرني ما درتها وفرس كان أملك كنت شفتك والله العالي العظيم طحلك العجب طحلي العجب لأنه نشتكونا صغير في المسرح يعني أحد دير باش نحط معانا المستمع في الصورة واحد كي يخدم زينب النفزاوية في حليها واتر حليها من زوج لزوج ومن قصر لقصر طريقة باش كاتهدر تحداك أنه كين شي واحد في العالم بالخصوص اللي كيقوم بديك المهمة بحلقة دك كيهدر بديك الطريقة هذاك دور اللي يستحيل أنني نوضع في السيفي ديالي ما نوضعش في السيفي ولكن خسك تعرف ماشي غندفع على رأسي حيات لأن أنا منيك تعلمت وهذا السيد اللي قلت بس براهم قل لك عمرك ما تكون كتلقى الرسك المبرير أنا كنخدمه تنخلي النقد نتاع النقد البناء وذلك شي كيقول كلامه ما عندي ما نقول في هذا الشي كانت فوس نوت كانت فوس نوت كانت فوس نوت كانت فوس نوت لا سافية لا غير قلت لك ولكن نعود رجع لواحد المسألة كان آمن أنا كين شاف دوركيست كيشوفني كيشوفني وذلك ساعة شاف دوركيست ما قالوا له ورا ما كينتا إساءة الأستاذة فريدة الأستاذة بورقية كانوا جولية تحية لا طبعا لأنني حيث شغلت معها أعمال خرعة أو تاني كنت متقلقة جدا واش أنا غادي نكون مثلا بغيتي دائما غنكون غنبلكمزي راح تلاعيب ديال الكورة راح تلاعيب ديال الكورة راح تلاعيب ديال الكورة راح تلاعيب ديال الكورة ماشي كنتي سيء في هذا الفيلم اه وفي الصراحة وإليك قبلتي من الصراحة ديالي أنا تفاجأت ماشي غيب انت حتى انت وقيل أنا انت فاجأ واخا الأداء في المجال ديال المصرح كما هو معروف كيختلف على الأداء سواء في تليفزيون أو في سينيما الأعمال اللي عملتها سواء مع المرحوم عباس إبراهيم في صدافة حمادي أو صنادق العجب أو مع الفرقة ديال مصرح الشمس مع يوسف فاضل يمكن نعتبرها أعمال مقبولة داخل الطقس المصرحي اللي مسموح تكون فيه الفانتازيا وتغيير ديال الديكور الأكسسوارات خلينا نقولها هكذا من وظيفة الأخرى والخروج من شخصية وارتداء شخصية أخرى جديدة في نفس المصرحية وهي أمور ما كتكونش مقبولة في المجال ديال الأعمال السينمائية اللي في الكتير من الأحيان كيكون تطبع المهيمن عليها هو الواقعية ولكن كي يدهر لي أسيب نعيسى جيرالي أنك في الأعمال ديالك أمام الكاميرا كتتصور راسك بعد المرات كتلعب على خشابات المصرح ماذا نرأيك في هذا الكلام هذا؟ ومصرحك يبقى بوحدها بيلل يمكن هذه الأشياء تبلك ومن حقك تقولها أنا واعي بأن الخشابة ماشي هي لك كاميرا غير ممكن تكون ديك لام فليونس رغم أنك تحترق دام الكاميرا ربما كتبلك أنت تقدر تبلك أنت مثل اللي عند بنعيسى الجيراري أو أي ممتيب أنت حاسبها لأنك تشوف راسك من فعل الأعمال كنتظر بأنك تحسبيها أنت كجول إيه قلت لك هذه الإنرجية يمكن أن تكتبلك بيلل بأنها يمكن واقع لها اللجو ديال إليه أمبطي أدخال حيث مني هدر بيلل مرميدي هدر على هد هذا اللي قطي يدير أم باراليل لأعمال خراء طبعا الأعمال خراء اللي كنت تشوف فيها هذه ولا القياس ولا مزور ديال اللجو ديال 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 مجموعة من الأدوار صراحة بشكل جيد ومتير للإعجاب منين كانت كتكون هد الشخصيات جادة وطبيعية وعادية وما فيهاش محاولة الإضحاك من خلال تعابير ديال الجاساد والقاسمات سمحلي نقول هكالمخسرة ديال اللجو كتاب لا، قلت لك أنت والناس والنقاد وكي نحتل جمهور العريض المهم هذه المسألة عفتيني أعمال أنا عفتكي شوفها بيلان أنا هذه الأعمال يعني إلا ما كنتش كونسيون بأن أننا رأي هذا مسرح وهذه السينيما وهذه تلفازة وهذه تعابير اللي قلتي مثلا خيبة أو لا يعني دائما دائما كي خصك تركز على أن يعني تحاول ما أمكن ما يكونش عندك تخسر لوجه ديك تعابير ديك متو ما تحاولش تلعب بلوكور ديلك بزاف إلا في أدوار بعض الأدوار اللي كتكون تركيبية ضروري مثلا كيكون الدور دير هاكوك نعطيك مثال مثال بسيط بحل دبا مثلا الدور ديال في جنال الكربة ديال صوالح كيفاش كنكيهدر كيفاش كنكيتمشا كنو غادي تقولي هادا كعو تاني تعوجوجه أنا كنقول لك تعرقتي أنا كنقول لك بعد المرات حتى منك تكون تلعب بالقاسمات هادا المسألة هادا مسموح بالأمر ولكن منك يكون في سياق كيف ينفع البرسوناج انت عارفني الأعمال على ما تكلمت هنا وهي بعد المرات ضغط ديال الوقت عمل تلفازي سيت كوم وخاني نوضاح بلال بلال كنت تعجبني الصراحة ديال كنال أعلى جيلها ديريكت تيفي بارلي ديالي سيت كوم أيا ما تالي ما تالي سيت كوم بعد أول من عيسال جيراريسي ديالي سيت كوم أنا كنت كنت تهرب من سيت كوم بش حال هادا بزاف ليش رجعني وكنقولها ووالله يرحمه ووصي محمه وشوف ربعنا نتشي مشكلة عن سيت كوم عفتي علاش اللي غير خس هاد دار بقوة عدام سيت كوم رام ركتش بوا سيت كومات عند الناس يحسر لا حدابة كين واحد المسألة هادي أنا غن ماشي غن دفع على راسي غن دفع على راسي غن دفع حتى على ناس خرين بزاف تينوذوا الصحفات يكتبوتي يقول اه هادك الممثيل او لا هاداك لا ماكانش يمشي لسيت كوم اه كانش يدير السيت كوم وش غير يدير ش غير يدير عندنا زع ما عندنا احنا واحد الممثيل عندنا المغربي عنده واحد لاجوندة اللي زع ما ما عندوش في المسكين يحك راسو يعني ممكن تغامر بالصورة ديالك لا 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 ماشي انت ما تغامر انت قد دير قياس بالرادك وثانيا انت ماشي مسؤول ماشي مسؤول على ما يقدم 100% انت جوز من هادك شي ولكن انت مسؤول مسؤول على واحد المسألة ليه مسؤول على الوضع ديالك طبعا الوضع ديالك الاجتماعي الوضع ديالك المادي انت مسؤول عليه بالدرجة اللولى تي ما كون بخير بي لاجكوة لا لا فهمتك نزيد انا شخصيا نقدر نعطيك دور بطولة حقيقية في شي عامل اللي يكون ممكن تكون فيه مواقف طريفة وفي مستملاحات بدون مغالط طبعا في التركيز على المواقف الكوميدية السطحية لانني عارف القدرات ديالك بحيث يمكن تؤدي مختلف كنقول مختلف انواع الشخصيات اللي موجودة في الواقع واللي كتعكس حاسيس المشاعر ديالنا في الحياة الواقعية ولكن كنظن ان المخرجين او المنتجين او جوج لو أعلم ما وعيينش بهذا شي وكيستعملوك بعض المرات آدات من أجل ممارسة تصطيح ديال الشخصيات المؤدية سمحني نقولها لك التطبيع باش بنادم اللي كيشوف يبقى هكذا ما عارفش كين هاتشو ولا غير انك كانت خيل أو تاني واخر انه يلا قلتي مثلا التصطيح والتطبيع نعطيك مثلا نهضروه غير غير في السينيما تيبالك مثلا اللي رول دياله اللي فو نيت ديال في طريق العيالات في تصطيح والتطبيع شوية داكو وانا دبا اطرح عليك السؤال سنت تتحملني الناس في المسؤولية ولا المسؤولية ولا الناس في الهداك انا قلت لك انا قشتي تقديم ديالي قلت بانه ربما المخرجين او لهم مبجوج مواعيينش بهذا الشي هذا سيبن عيسر جيراري انت كممتيل راه سدعتك بانه كنعرف القدرة وتاني حضرت معاك ما تاني حضرت لبزاف ديال البرامج تاني نقول ها يمكن كلمة في حقك ورجعوا النقطة ديالنا انا اختارت لان اختارت الصراحة ديالك واللي الاشياء اللي اللي مخصاش تقال اللي مخصاش تقال انا تنقول كل شي اللي عندي شوف بلال من ناحية السينيما باشا رجعوا للموضوع هدر معايا قول لي السينيما بلال انا تنقول الى المسرحة خديت في حقي خديت في حقي بحل تنقوله يعني التبورت اغوشي يا دروات لا تليفزيون يعني بنسبة واحد 70% 80% من السينيما السينيما ضلماني بزاف 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 ضنك لما كت تعطاني مثلا هذا كتدور مثلا نقوله الدور السابع ولا الثامن حتى نقول وربما رجعوا شي شوية شي واحد غادي غاينتابع وغادي يقول عايثهم ورا خصو يكون خصو يكون في الدور الثاني اعطيونا ايه الدور الثاني اعطيونا ايه الدور الثاني غير انفوه غير مرة اعطيونا فرصة ونساليو من هاد السينيما غا بقاوش نديروها اعطيونا دور حقيقي اعطيونا دور ديال بالصح ها ماعرفت ماعرفت وش حتنا هاد الشي بقوة ما كيترح لي تأساؤلات وهذا ما يحز في النفس شنوه ومني نكون نتفرد سواء في التلفز ولا في السينيما إلا لقيت بلا المرميد حطي هنا في واحد لورول وتنقول معندي ما نقول لا غير ولكن اللي كيحز في نفسك هي أنه هذا كلورول ماشي دياله ويمكن هو ممتيل والممتيلين الحقيقيين قلسين من طبع البرنامج سيبن عيسى جيرالي لا يدخل في الحياة الخاصة ديال الضيوف ولكن بين بينك الله إلا كتعز لي أعز لك أعز لك كتعز لي بعض المرة لأعف لأش حس كين فرق ما بين كتعز لي وما بين أرى ما شعيب أنا نقول لك لأش قول كن نحس بيك ليد قاسرة والعين باصرة دا بغيتك أنت تتعلق على هاتلكلام وهنا نسكتع وتاني إذن نويك مفاهمين نقول لك الناس العادي الجمهور العادي نختصرها لك في واحد الجملة الغالبية ديال مزيان تقول لي مازال ما أخديديش حقك رك ممتيل مزيان لماذا أخديديش حقك لا أنا بلا ما نقولها أنا يعني مني تيوصل هات الجمهور تقول لك عادي ديالناس في الزنقاء التي تصوروا معاك التي تسلموا تقول لك شوف رك مازال ما أخديديش حقك وهذا الحق ديالي أخويا كيف سنأخذ في وسط هذه الفدلاكة وهذه الجوطية هذه التي بعدها أصلا لم يصيب لم يقض ممتيل لم يحط بزاف أجل نقول لك أخويا قول شي واحد سنبال الهدرات ديالي شي غريبي لقلت لك الطاقة التعبيرية لا تختلف بزاف على ذاك شي اللي كان عنده الممتيل العالمي هو دوستينوفمان أنا بالنسبة لي الاختلاف كين في المناخ الفني وتكوين اللي تربى فيه دوستينوفمان واللي تربى فيه بن عيسى الجيرال هو بحال كشكل ماشي طويل وماشي الأساس هو كل ملامح ديال وجهه في ديال المستوى اللي كيبغي وعند عارض الأزياء مثلا إذن واش انت ما جربتش تخدم بزاف في أعمال أجنبية رأي الحضور ديالك في الأعمال الأجنبية قيلة بزاف ربما هم يعرفوا يخرجوا منك ذلك شي اللي ما عرفوش مخرجين ديالنا يديرو أتخذ نقولك بلا أول بعد هذا الشرف لي أنك تشبهني في ديستانوفمان أو لا هلك يشبوني ناس خيرين يعني بكل تولد يقول يا جاك نيكولسون عبارك عالله شوف بلال شوف بلال كان هدرا معاك دخل EMDB العالمي عندي الأفلام مع الأجانب عندي كثير من المغاربة كثير بربعات المرات ولا خمسة أنا بالنسبة لأن أنت ماشي مجتهد وخاكت لا مجتهد من خاصة تكون عندك قدرة تواصلية تعرف تقلب على رأسك وتبين إمكانتك وهو مشكل ديال بزاف من مع الأجانب حميد الله يرحم مجتهد سعيد غماوي كذلك بالتالي الكلام روادح شوف الفرص ديالنا مع الاستغال ديال مع الأجانب أولا ستعرف هذو كل الناس راهم نتيجوا المغرب نريد نشرح السؤال ما تعتبر إيطالة لا شرح أنا كان نظن المشكل الكبير عند فئة واسعة ألم الممتلين بحركة السجرارية هو التكالية على الغير وبالخصوص على المسؤولين على تدبير الشأن الفني في البلاد التلفزيون ووزارة التقافة والمنتجين ومعندكم قدرة على الإبداع في أشكال التواصلية مع جهات اللي ممكن تستفدوا منها باش تفرضوا وجودكم في المشهد الدولي وهذي مسألة خاصة تكوين وخاصة تقافة تقافة تسويق الصورة ديالكم نتوم وهو الشي نصيبو بعدها غير هنا على التسويق مع هادوك مع هادوك كيفاش غاد يتسويق مع هادوك يدخلك هنا كاستينغ تيدخل أنكاستينغ اللي كيشوفك مخريج كيشوف تصورك كيعايتلك وكي آمن بالقدورات ديالك وكي يعطيك أدوار احنا غير هاد الفورص هادوك اللي كي يعطون هادونا هادو الأجاني به هادو واننخدوها غير هنا صاحبي في البلاد اللي لعبو في أهلام أجنبي بلا منتقر أنا غير الاجتهاد اش كان قصد بي هادوش ما تعتبروش درس حاشة مع عضلة لا هنوضح معك هني نقول لك على شكلت وأنا مثلا مثلا أعود بالله ما قلت أنا غادي المهرجان ديال بيرلين غدا كيفما العادة وغادي نتلاقى مع متيجين ومخريجين ألمان بحال جميع السنوات منهم كيين اللي كي يجيوا يخدموا عندنا أعمال منها التلفازي والوثائقي وكي يحتاجوا من ممتلين من أبناء البلد اللي كيتقنوا بعض المرات اللغات بحال الإنجليزية والألمانية ما كيلقوهم مش بعض المرات وذي باش نكونوا متفقين فيها هاش نكوز كان قصد بالاجتهاد وعذرا على المقاطعة عندك الحق بحالة با عندنا هنا مثلا في المغرب كيين هذي إشكالية صعيبة وهي كتولد لك كتولد لك أعمال أجنبية وأنا شخصيا أدوار مهمة جدا علاش ما عنديش الإنجليزية يعني ذكر الإنجليزية ديال سانكياماني سيزياماني باكالوريا ماشي ولكن مني تيجي تيجي تيجيه واحد هو ماشي ممتل وكي يهضر بالإنجليزية مزيان وكي يعطيه دور لأنه محتاجين أه ولكن هما كيمشي في حالاتهم وتيخليو لنا كي يقولي ممتل كتلقاه مشا من ممتل ودينا من الخطأ فهذه المسألة هذه ماشي ربما كنخصو يكون تكويل ربلا نمي وجدراسو وأنا كنقول لك الدور أنا كنت عندي ربع سنين من اللي تلعتين تل خاشبات المسرح حفتي وكاما 84 تعلمتي غير كزي عن الإنجليزية غير كلمة في المهار وصلتين ولكن كانت عندنا أهداف وكانت عندنا مشاغل أخرى حتى هذا الوقت هذا اللي كتقولي يا راك نعوتاني تن تكون وتن تكون في المسرح لما بديتك تكون وتكون تخرجتي للسوق والتي تخدم تقلب على رأسك في السوق من بعد حسيتي برأسك بأنك والتي تقولي عالي على الفامي ديالك يعني والتي تقلب على رأسك باش باش تعيش طريقة الاشتغال معهد المخرج هذا اللي جال المغريب أول عامل طويل دياله يك والفيلم قنع فيه سامي بواجي لأنه يجي واش محسيتش بأنك استفتح سم من عشرة أعمال اللي ربما اشتغلتي فيها في المغريب ربما اخديتي في ضرف قصير شي حوي يجي اللي انت نفعتهم وهو منفعهم غير باش نضح بسيطق أولا نشوف نقول لك وأحب من أحب وكاريها من كاريها أنا قلتها معها هذوك الناس فورزازة أنا تعلمت لا تكنيك حيث ما عندناش اي كول هنا ديال الممتيل قول لي يعطاني ممتيل للا تكنيك ديال الكاميرا يعني قرأها قرأها في شي بلاسة أنا ما تعلمت واستفت مع هذوك الناس بزعف بزعف ونزيدك حاجة أخرى واستفت معهم ماديا ولكن اللي جميل هي أننا ممتيل في القدرات ديال لدينا ممتيل ديال بالصحة بلال أنا أنا ما محضوض سمع هذه الأفلام الأجنبية بلا ما نذكر لك بزعف اللي اشتغلت معه اشتغلت مع الفرنسيين اشتغلت مع الايطاليين اشتغلت مع الماني أنا بفرصة كانت عندي كبيرة دهبية دهبية بس عارف أنني ممتيل لعبت مع كريم دريدي الأصل ديال التونسي صاحب اسمته ومع النجمة العالمية ماريون كوتيار مع غيوم كاني ولعبت معهم المرزوغة ماريون كوتيار ومع غيوم كاني وكترجع وفي عمل تلفازي وكتبقى تلعب بالقاسمة دلجول الله العالي العالمي بغيت إحساس يكون الخايب حيث أنا عارف أنه كين ضغط الحياة هذه لا أنت ما كنتحكر على قصامات الوجه دك شيرا هدرنا عليها هدر لي على السيت كوم ولا غان تعوز ولا غان دير لا شوف الله ما بقاش لنا بزاف ديال الوقت وما بقاش بزاف ويبدأ المهرجة الوطنية في الفيلم هنا في طانجة كان هنا أعمال لما قبلت اللجنة أنها تدوز في هذه الدورة وعددها على مقادون سبعة 15 من الأعمال الطويلة سيدوز في المسابقة وهذه المسألة سيطير نوع من التوتر والخصومات حيث يعتبر أن لجنة الانتقاء مارس له واحد الحيف ودوز أعمال التي يرى أقل مستوى من العمل وهذه طبيعية أنتم الممثلين وده هو الذي تمثلهم في العدد تأخذوا الأجور إذا كانت أجور والذي يريد يوقع يوقع لا تتسجلوا موقف لا تتسجلوا موقف بشكل المواد لماذا تقول أنت لا أنت نحن 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 شوف السيبيلال إذا كان غير الكاشي غير الثاني فيلم الذي خدمت فينا الكاريير ديال السيبيلال التي تهمني هل ستبقى في الصندوق الصغير أو في الكارون الكبير وقلت نحن مثل الممتلين لا لا تهمني هذا لا تهمني بلال تهمني الكاليتي ديال الفيلم وعطينا رأيك في هذه القضية التي أخذ لك مثلا أنت لعبتي في فيلم ربما يكون أخذ الدعم وما ستعرض في المهرجان الوطني بغيت رأيك أنت وبكل شجاعة وبلا ديبلوماسية أو لا تهرب لأن أصلا أنا مسؤولية شنو رأيك مثلا في هذه المسألة التي دارت لا غي تصمت أنا نجوبك بطريقة آخرى طريقتي عندي طريقتي باش نجوب أولا قلت لي كينا أفلام اللي ما اسميته أنا أبعد أولا ما عارفهاش ما عارفهاش تانيا من ناحية المبدأ شنو لا معقولة ومعقولة بزاف علاش لأن ناحية حتى من اللي كانت يكون عندنا 25 فيلم في الحقيقة راكينا غير ما ينحشموش شوية راكينا غير خمسة في هذه الخمسطاش تبارك الله يعني في ذلك الخمسطاش كان أعمال غير شي شوية ذلك الأعمال اللي شي شوية يعني الأفلام اللي ما تختارش الله يعلم كيف يكون المساوا دي إذا كان في هذه غير شي شوية يعني قبلنا هدنا فكيفيش غادي تكون هدي اللي ما قبلنا عاش عابتي قبل من كل شي وغندزول المرحلة الثانية لأنه ما بقناش الوقت بزياب تفضل 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 سي بن عيسى الجيراري بسرعان مشي معاك المرحلة اللي خلف في البرنامج لنتي فخاز أو لا فخاز شنوك تختار افخاز شما أننا نحن ننتبر برنامج عندك جود ارنا جود شنو شكاين غادي حتينا لأماك شوية ننرف في الافخاز دور ديال المجنون ونتعسف تقموس هاد دور كيف مديرتينتا بعض المرات واحد لفيلم كلفازي جامل اسمية الكبش هادرت عليه مع السينوف البراوي منينجا فيه الكورة وديك التلاعبات والفاساد اللي كتعرفوا الكورة كنت شابه بين الواقع ديال الكورة والواقع ديال سينيما المغربية واقعي لها أماك أترشى لك لا ماشي أترعلي واحد لودوغري واحد لودوغري رأيك في ممثلين منك يكونوا غالسين في القهاوي أو لا في أمكينة مشابهة وكيهدربينتهم ذلك شي صحي ومفيد أو لا رك عارف تخربيق وبهي واجب الإعلام إدارة الممثل في القاموس ديال المخرجي للمغاربة شنو هي كيعجبك الحل نتا قليل قليل ديركتور ديال كوميديا مثلا عادي الفاضي لستنبون ديركتور ولكن الغالبية كين واحد الغالبية خورا دونك ما نقول شحو تاني ممكن فلتني كي ديريجي لك كادر ديال المونيتور هذا هو الذي تهمه وقف سيبني عيسى الجيراري الأكيد بأنك حضرت في مرة من المرات على موقف من المواقف التي سأختم بها عدد اليوم مخرج أو مخرجة لم يمنح أو تمنح سنة واحدة لأي من المشتغلين في العمل رغم الانتهاء منهم هناك أيضا مخرج قد يكون بصدد التصوير وحين ترقب عينه وصول حامل الساندويتشات يتوقف ويصرخ كوبي وينطلق ليوزع الساندويتشات على تقم فريقه مخرج يتحرش بعيوننا ويتحرش ببعض من المشتغلين معهم وآخر يخلق السيناريو في وقت التصوير ثم هناك من يكتبون عن هذه الأعمال ويقدمونها على أنها أفلام حقيقية إما أناس سطحيون أو نقاد البلاغات نقاد البلاغات نتكلم عنهم لاحقا في القريب العجل معنا الكل سيأخذ حقه كاملا دون نقصان شكرا بن عيسى الجيراري على حضورك هنا في الستوديو وأيضا في مشهدنا السينمائي والتلفزي الذي تبقى أنت أحد الناس المحترمين والمحترمين للحرفة فيه شكرا بن عيسى الجيراري شكرا بلال وما سنشكرك أنت على البرنامج ديالك إن البرنامج ديالك دير بلاستو ولكن أنا كنشكر الناس اللي كتستضفهم وكي يجيو كيبينو اليابي أن يعني عندهم عندهم القلب بغي يهضر بغي يهضر على البلاد نشكروك كل ضيوف اللي يجيو ولي غي يجيو فبم شكرا نشكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة